السؤال 315 بيقولي جالفانومتر حساس مقاومة ملفه 4 او تمام انا معايا جالفانومتر مقاومة ملفه 4 او اقصى طيار يتحمله اقصى طيار يتحمله واحد ميلي امبيب وصله ملفه على التوازي الملف ده اتوصل على التوازي مع مقاومة مقدارها واحد او بيكون معا جهازا واحد تمام ثم وصله هذا الجهاز على التوالي الجهاز ده بقى اتوصل على التوالي بمقاومة مقدارها 199 و 12 او عشان يتحول لفولتاميتر فان اقصى فرق جهدي يمكن ان يقيسه هذا الفولتاميتر كان تمام هو بيقولي ده جالفانوم متوصل على التوازي مع واحد او والجهاز ده كده على بعضه اتوصل مع المقاومة دي وعمل فولتاميتر عايز اقصى كراءة ممكن يقسها الفولتاميتر طب تمام هو الفولتاميتر شكله ايه الفولتاميتر عبارة عن مقاومة الجلبانة او مقاومة الجهاز اللي هنا متوصلة على التوالي مع مضاعف الجهد واحد تسعة تسعة بوينت اتنين او او تمام يبقى انا عايزة ايه عايزة اعرف المقاومة المتوصلة مع مضاعف الجهد على التوالي قيمتها كان وعايزة اعرف الطيار اللي ماشي في المجموعة دي كان عشان الفي اللي هو طالبها عبارة عن IG فRG زائد RM تمام انا دلوقتي عايزة احسب الفي توتل يبقى انا محتاجة اعرف قيمة الـ IG هذه اول حاجة ومحتاجة اعرف الـ RG اللي جنبنا تمام اما الـ RM اهي معروفة واحد تسعة تسعة بوينت اتنين يبقى دي المسألة قدام اهي عشان احسب الفي توتل عايزة اعرف الـ I اللي ماشي هنا وعايزة اعرف الـ R اللي جنبينا على التوالي وتبقى المسألة خلصة هرجع للرسمة دي هل ممكن احصل على المقاومة اللي هنا اه ازاي المقاومة اللي فوق كام اربعة والمقاومة اللي تحت كام واحد يبقى تخلص التوازي هي المقاومة اللي قاعدة جنب المقاومة المضاعف الجب يعني اربعة في واحد على اربعة زائد واحد اربعة في واحد باربعة على خمسة يبقى المقاومة دي قيمتها اربعة على خمسة يبقى اجي هنا عند ال RG اشيلها و اكتب 4 على 5 تمام ناقصة اعرف ال IG هل ممكن دي تخبرني مين ال I الماشى في المجموعة دي من عندي الفرع ده فيه 1 ملي امبير هل اقدر اعرف طيار الفرع ده عشان هجمع الطيارين و يبقى ده الطيار الكل اللي ماشى عندي هنا اللي هو قنطه IG تمام مش ده توصيل على التوازي يبقى I في R هنا بالساوي I في R هنا يعني 1 ملي يعني 1 ملي يعني 10 قس سالب 3 في ال 4 بتساوي I اللي هي في الطرف السفلي هسميها I2 في ال 1 يبقى I2 بتساوي بعيد على القريب يعني 4 في 10 قس سالب 3 تمام يبقى انا دلوقتي هقول ان انا عندي الطيار 4 في 10 قس سالب 3 والطيار اللي فوق 10 قس سالب 3 يبقى الطيار الكلي طيار الكل تلهج مع الطيار العلوي والطيار السفلي يبقى 10 قس سالب 3 زائد اربعة في عشرة وسالب تلاتة تطلع خمسة في عشرة وسالب تلاتة. اجي هنا عند الاي جي واكتب خمسة في عشرة وسالب تلاتة. هيطلع عندي الناتج خمسة. ادور في الاختيارات هلأ الاختيار الرقم الف. يبقى تاني. انا دلوقتي عندي المنظر ده اهو. هو عايز الفي توتل. يبقى لازم المجموعة دي تصفة على مكومة على التوالي وهسميها ارجي. واعرف الطيار اللي ماشي هنا. طيب انا عرفتها ازاي خلصت التوازي فعرفت دي شلت الارجي وكتبت القيمة. طب احسب الطيار ازاي بشلتها معك طيار فرع. احسب الطيار الفرع التاني. جمعهم يبقى معك الطيار اللي ماشي في الفرع الاصلي. وده اللي احنا عملناه. والناتج هيبقى خمسة او. واقعين